نهاردة حساب حسن مديراً فنان ليه منتخب مصر يا كيف القرار؟ لا رأيي ان الشارع مبسوط الشارع المصري مبسوط ده حاجة يعني الناس كانت بتحلم بوجود مدرب وطني ومدرب مصري لان كل الانجازات اللي حصلت في تاريخ الكرة المصرية لو هنعمل رجوع للخلف كده بالتاريخ هنلاقي كله علاق دين كابتن حسن شحاتة مع منتخب الشباب وبعدين حقق وكابتن شوق غريب مع منتخب الشباب والأولمبي وبعدين اللي اتنين اندمجوا كابتن حسن وكابتن شوق في تلات بطولات أفراقيا صح 2006 و2008 و2010 صح فده حصل على ايد المدرب المصري صح كابتن حسن حسن تاريخ كبير واسم كبير لا وفيه كابتن محمود الجهري وكابتن محمود الجهري طبعاً 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 يعني بس الضبط كده فالتاريخ بتاع كابتن حسن تاريخ كبير صح وعمل معهم بطلقات وفرح جمهور مصر كلها وهو حقه الطبيعي في التوقيت ده ان يبقى مدرب وطني وطبيعي جداً بالمطالبة الكبيرة اللي كانت موجودة للشارع المصري ان كابتن حسن حسن ياخد المنتخب في الفترة الحالية فبتهيألي في حالة يعني تفاقل شديد بعد الاخفاق الكبير اللي حصلنا في بطولة أفراقيا عظيم كنت فيه رأي يقولك انه مهم كان مدرب أجنبي انت كنت مع الرأي ده ولا مع مدرب مصري انا دايماً بشجع عن مدرب مصري المدرب المصري فيه أمور كتيرة احنا بنتكلم الأجنبي بيبقى شاي الأعباء الناس بتبص انه محدش يقدر يتحملها من الضغوط الإعلامية بالأخص انا بتكلم واحنا الناس بنشتغل في الحتة العلمية جماهرية الإعلامية بالأكتر ووريها الحتة الجماهرية انه فيه ضغوط كبيرة على لون التشيرت وانت بتختار المنتخب والأسماء الكبيرة اللي بتبقى موجودة اللعيبة المحترفة الكلام ده كله صحيح لما بيبقى نجم كبير زي كابتن حسن شحاتة زي كابتن شوق غريب في المنتخبات مع كابتن حسام حسن دلوقتي الاسم الكبير والنجم الكبير خلاص مفيش حد بيبقى نجم عليه فخلاص انا برضو نجم كبير واقدر اقود الموضوع بشكل كبير جدا